كابتن رمضان ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا كابتن سريب تحياتي ليك والبرنامجة في الجميل ده اللي هو دايما متواصل معانا هو دايما متواصل مع المحافظات الحدودية الله خليك بنسلم على أهل السلوم ومطروح ويعني وحشنا كتير تحياتنا ليك وإحنا شاعدين النهاردة لنا موجودين مع حضرتك وإن شاء الله بإذن الله يكون مكالمة سعيد سعيدة مش عايزة أقوله وشاك خير عشان الأهلاؤية ما يزعلون طيب قولي يعني هتعمل يقيم مع الأهل الفريق كبير والأهل يجغيب يعني بكرة عنه حوالي 12 لعيب من اللعيبة الأساسية والله يا كابتن كريم أولا أنا حابب أشكر اللعيبة عندي وأشكر الجهاز الفني على الأداء الراعي اللي هما أدوا الموسم ده في الدور المنتزبة للأمانة أدهم أداء كويس يليق بينا ويليق بمحافظة مطروح وبنادي المصر يستلقهم اللي هو صاعد السنادي أول ضربة بداية ليه في الدور المنتزبة أما عن شبارات الأهل انت عارف لاهلي دايما بمن حضر لاهلي ما فيش غيابات بكأثر فيه لاهلي رئيته كلها دايما موجودة عنده قطاع نشيين محترم عنده لعيبة كويسة موجودة بكرة يأدوا معانا المباراة وهم موجودين ولكن احنا برضو كنادي المصر السلوم جايين برضو ندافع عن ندينا وعن محافظة مطروح ان شاء الله بإذن الله هنكونوا مركزين في المصر واللعيبة انت عارف المصرات اللي زي دايما بتولد نجوم ودايما بتجيب لعيبة جديدة ودايما بتطرح أسماء جديدة وإحنا نادي المصري معانا كام لعب كويسين بكرة يظهروا بإذن الله ان شاء الله يعني نشوف مباراة قوية ونشوف كمان فريق المصري بالسلوم بيقدي بشكل قوي أمام النادي الأهلي وتدينا كده يعني فريق المصري بالسلوم يدينا مؤشر إيجابي عن الكرة في محافظة مطروح والسلوم ونشوف كرة حلوة من نادي المصري بكرة بالسلوم إن شاء الله والله إن شاء الله كابتن كريم بإذن الله أنا أوعد أولا جمهور محافظة مطروح وأوعد جميع محبين نادي المصري بالسلوم سواء في السلوم أو في القاهرة أو في أي مكان من يعرف نادي المصري بالسلوم هاللعيبة هيعملوا بما في جهدهم يعني العيبة هيبسلوا أقصى جهد عشان نمثل برضو مدينة السلوم انت عارف مدينة السلوم مدينة حدودية هي آخر نقطة دفاع مع دولة ليبيا الحبيبة بإذن الله مدينة السلوم هيده رسالة كويزة بإذن الله قولي لما القرعة جابت لك الأهل كنت زعلان ولا فرحان اللي انت هتلعب قدام النادي الأهل وبرضه مباراة حلوة كدعاية لنادي المصري بالسلوم أمام فريق كبير زي النادي الأهل والله يا كبتل كريم انت عارف انت أخلية وانت صديق شخص يعني احنا للأمان احنا كان مجلس إدارة كنا سعيدين وفيه معظم اللعيبة برضو كانت سعيدة انت عارف المطفات سواء كانت قدام الزمالك أو الأهل الأسماء الكبيرة دي اللي هم يحتبروا فرقتين يحتبروا أكثر شعبية في الوطن العربي وفي مصر في كل مكان الواحد يكون سعيد لما بيلتغي في المطفات اللي زي دي علشان برضو الناس تعرف مين هي فرقة نادي المصري بالسلوم ان شاء الله بالتوفيق كده ونتفرج على مباراة حلوة ما بين الأهل ونادي المصري بالسلوم وتقدموا مستوى يعني يليق بيكو كنادي محافظة مطروح ومدينة السلوم ان شاء الله والله ان شاء الله يا كابتن دال اللي أنا قلتقول لك في بداية المكالمة ان شاء الله وعادت جمهورنا وعادت الناس كلها احنا عايزين بكرة توفير من ربنا بإذن الله ونقدمه عرض كويس ومهما كان سواء كان مكتب لنا أو مكتب للنادي الأهلي ده يدل على الكورة المصرية احنا عايزين نقدم عرض ليه بينا انت عارف المشاكل اللي احنا فيها من قيمة يومين أو ثلاثة من بعد مصر المصر واتيوديا الناس عايزة تطلع برضو من الهم اللي احنا فيه شوية بمصر بكرة ان شاء الله نقدروا نقدمه كورة بالطيق بمصر بإذن الله ان شاء الله بشكرك بشكرك طبعا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصر بالسلوم ان شاء الله انتفرج